اهلا وسهلا بكم جميعا متابعي قناتنا نرحب بكم جميعا ونشكركم على كلماتكم الجميلة وتعليقاتكم الرائعة وعلى لايكاتكم والشيرات اللي بتعملوها لفيديوهاتنا شكرا كتير على دعمكم للقناة وحدتنا اليوم هي الوحدة الرابعة وهو درس السابع والاخير من هاي الوحدة اللي رح نحكي فيه عن حرف جيم يا اول حرف جيم له شكلان اثنان هذا الشكل ويأتي في بداية الكلمة وهذا الشكل يأتي في نهاية الكلمة طيب خلينا نتفرج على صورة الثلج الجميل كلها يعطنا منحب الثلج يا اول هون عملوا كرة ثلجية هون لابسين المزلاج اوكي او وضات التزلج هون شايفين جيبال هون عنا الرجل ثلج كلها فيها حرف جيم صح في عنده حتى هون شجر كمان فيها حرف جيم طيب هل يوجد جمل لا طبعا لا يوجد جمل اما حرف جمل الحرف جيم موجود في حرف جمل في البداية اخر اضمن الفتحه الفجل موجود في النص هنا حطني عليه سكون درجون موجودة في النهاية حطينا عليها تنوين اضم هون عندي جیدارون برضه موجودة في كلمة شايفيون جزرون موجودة في البداية تنصد في الجزرون وموجودة في النهاية وهون موجودة مرة عليها فتحة مرة ضمة مرة كسرة يعني مختلف الحركات أما آخر شي بنحكيه لك لما تكون مع حروف المد جا وجو وجي فالكلمات هي دجاجة نجوم عجين طيب نتقل صفحة 119 ونركز شوي على صوت حرف الجيم كيف نقرأ حرف الجيم نقول جا جو جي إلو شكلين فلازم تحط للشكلين كسرتين أو ضمتين أو فتحتين أما في حالة السكون هون دائما لما يكون بالنص بيكون على الأغلب ساكن نجمة نج وفجل فج وعجل عج صوت المقاطع الطويلة رح تكون كالتالي جا جو جي طيب خلينا نجيب ألواننا ونجيب اللون الأزرق وبدنا نلون كل الثلوج اللي فيها حرف الجيم هون عندي حرف الخا هاي حرف الجيم موجود فبلون هون الكرة الثلجية بحرف الجيم باللون الأزرق هون الجيم اللي بتوضع في بداية الكلمة هاي حا انسوها هاي جيم الثانية برضو توضع في نهاية الكلمة براظو طيب خلينا نرسم دائرة الآن حول الكلمة يلي فيها حرف الجيم ثل جون فيها جيم في النهاية جديد وجيم في البداية حديد ما فيها إشي مسجد الجيم بالمنتصف خري فن ما فيها إشي ما فيها جيم طيب خلينا نستمع لنطق الكلمات التالية ونرسم الحركة المناسبة أو السكون على حرف الجيم اللي باللون الأحمر انتوا هاي هون شايفين هون هن محددين كل يا بس احنا بنحط الحركات يعني هون عندك فج لون عليها سكون ج دار عليها كسرة ج زار عليها فتحة وج دور عليها ضم نستمع لنطق الكلمات التالية ونختار المقطع المناسب ونرسمه في الفراغ يعني هيا بدك تحط لي جا يا جو يا جي هاي صورة عجيم فبدك تحط ع وجي ونن إذن اج وإ هون نجم أو نجوم لأنا بدي حط المد وين المد هاي ها اج مع الو طب هون دجاجة اج مع الا خلينا نحط دائرة حول حرف الجيم في هذه الكلمات وبعدين نرسمه يعني الجيم هاي هنبيني عندي عليها فتحة فبدأ حط حرف الجيم هيك وعليه فتحة وهون جنا نفس الاشي جيم وعليها فتحة درج جيم وعليها تنوين الضم فتو ضمتين طيب خلينا نحط دائرة حول المقاطع الطويلة اج و اي مع بعض بحط عليها دائرة و اج و ا مع بعض و اج و اي مع بعض و اج و او مع بعض برافو أحسنتم يا حلوين نحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع في عندك ثلاث مقاطع بكلمة واحدة صغيرة نتخيل كيف طيب نقرأ مع بعض جا و با و لن فجا و با و لن ممتاز نشوف اللي بعديها دا و جا مع بعض و جن فصارت دجاجون طيب هون نشوف مس جي و دن مس جي دن وهون نر و جي و سن نرجسون طيب نفس الشي الكلمات هاي من نلزقها على بعض عشان نعمل كلمات حلوة و جميلة و فيها حرف الجيم هاي هنجومون و هون عندي جب نون طبعا كله تبطبوا على السطر انا لاني شوي مستعجلة فما بطلع صح الكتابة مزبوط مية بالمية هون نيجي على السطر سي و را و جن طيب نقرأ الان الجمل الموجودة امامنا نجحت جنان نجحت جنان و نجحت فيها جيم و جنان كمان فيها جيم طيب لبعديها بتحكي جلسة ماجد و جنة جلسة و ماجد و جنة فيها حرف جيم هون بنى جاسم و درجا احسنتم و هون كيف منسخ حرف جيم باشكالها المتعددة جا جو جي ج و هون جا مع بعض جو و جي حرف جا كيف يكتب شوفوا كيف بتبالشو هون بالبداية بسهم تنزل و نزول و بتسكروها بتعملوا زي حرف سي بالانجليزي طيب و هاي الجا بتعملوا هيك بالاول بعدين بتمشوا هيك ع السطر بشكل كامل ممكن تتعلموا يا اول حرف جيم تتخيلوا ان هي زي الجمل الو بطن كبير الجمل هيك بنحط جواته نقطة ليه حطناها جواته لانه هو بالع ببطنه حرف الجيم بالع النقطة هون ببطنه اما حرف الحا الحا ما مش بالع اشي هايو اما حرف الخا اخذ النقطة و حطها على راسه فبصيري صيح و يقول اخ يا راسي تمام هاي التفرقة بسيطة بين الجيم والحا والخا طيب نكمل مع بعض و نقرأ هذه الجملة جلس ماجد وجنى جلس فيها جيم و ماجد فيها جيم وجنى فيها جيم نرسم الان شكل حرف الجيم يعني يا بدك هيك يا بدك بهذا الشكل بدك هيه نقرأها و بتصير بهذا الشكل الجو بنن جبنن مش جبنن لا و هاي سيا جن و هاي صورة النجمة كتير حلوة نجمة و هون ثل جن هيا نلعب نساعد راشد و جنى هم يصلوا للمدرسة عن طريق الحروف اللي تعلمناها بهاي الوحدة كل شي فيه تا مربوطة و تا مبسوطة و شا و تا و جا بدك تفوت منه يعني ممنوع تفوت عند العين هاي غلط ممنوع تفوت عند الشو كمان الكاف ما اخذنا الكاف هون هلا هلا مش موجود ما اخذناها اخذناها زمان تمام فانت بدك تضلك تمشي تمشي تتلاقي المدخل المناسب و منه تستطيع توصلهم انت الى مدرستهم هون هنو بدون يصلوا تمام اوكي يا حلوين احنا بهيك خلصنا وحدتنا لليوم نراكم ان شاء الله في الوحدة الخامسة وهي بعنوان لعبتي المفضلة شكرا لكم اعزائنا لا تنسوا تشتركوا بالقناة الى اللقاء